السلام عليكم سيقاسم مرحبا. يديك كورة القدم لديك سيقاسم الذي يدك despite you كان وسيكاد السياسي تبارك الله تركيزهم في المنطقة المغربي. تمرتو بتلالتا في البونسليغا؟ في الأول، كم يتعاملون في ألمانيا، في لوتريج، في كلاجنفول، والثاني في إنتراخت، وهو مريد، والثاني في إنتراخت فرانك. تبارك الله، الله يخليهم لك، وتشوفهم كما بغيتي، ونشوفهم كما بغينا كذلك في المنتخب الوطني المغربي. السيقاسم، إذن تبارك الله عندك المهدي، وعندك أدب، وعندك عالي، ووش كلهم تمت المنادات عليهم المغرب، المنتخب الوطني المغربي؟ حضروا شيء معسكار، حملوا القميص الوطني المغربي؟ صحيح، الماديلون، العالي لون لعب تورنوا مع السلامي في تركيا، والماديلون لعب كأس العرب في مصر، والماديلون أنا ذاك كانت يلعب مع المنتخب أقل من 15 سنة، وتلعب مع المنتخب الألماني، أقل من 15 سنة، والولاد الصغير كان في الدوري ديال البورتوغال، والدنمارك والبورتوغال، والدوري الأخير، تمارك الله، ما شاء الله، إذن ولادك بثلاثة، حضروا مع المنتخب الوطني المغربي، بمختلف الفئات، حضروا بزاف ديال المرات، ما شاء الله، ما شاء الله، جميل، إذن حكي لنا السيقاسم، كيف شمرت العملية ديال الترونسفير، ديال أن ولادك من ألمانيا، والبطولة الألمانية، كتشافهم، وغادي يلعبوا مع المنتخب الوطني، كيف شمرت العملية، كي كانت الأمور، مزيانة، راضين عليها، كانت شي مشاكل؟ لا الحمد لله، في الأول كان صعيب، لأنني لم يكن منقب مغربي في ألمانيا، أليان تدار واحد، وكان يعني في البداية دياله تصل بها على ودعالي لون، وفعلاً تقدرنا وكننا قدرنا على أليلون، يعني كانت الإجراءات كلها مزيانة، الدور ديالها تسيد هذا في ألمانيا، لأنني عشت معه بزاف ديال الفترات، وشتوت كيف شعيت الدلاري، وكيف شيتعامل مع الدلاري، النوع ديالها تسكاوتينج في ألمانيا، أنه واحد سيد تنقبع المواهب المغربية، أن تشوف ألمانيا كلها في المبانة مهبنة المغربية عن التعاصل بالعائلة دياله، تيرأث بمعلومات عن ذلك الوال، تيرأث بمثال الفارق، تيرأث بمثال المدرِّب دياله، أن تريأث بمعلومات كبيرة، وهذه المعلومات هذي كلها يتمرها التعاصل إلى الجامعة الملكية المغربيةولة تقدم تقول لهم بالليراكين موهبة في ألمانيا هل اسم دياله هل سين دياله هل عائلة دياله هل تليفون دياله دياله هل فريق ليسي مارس فيه فالاختيار تيكون في الجامعة الملكية المغربية لأنهم هما تيأخذوا هاد اللاعبين و هاد مواهيب و تيحاولوا مع أمكان يدروا التحريات ديالهم عليهم لأنهم معروفين سي مارسو كان ديالكبيرا في المدخل تيال الانترنت كتقسم يد ديالهم كتقى المباراة يد ديالهم أحياناً كيتطروا المدربين من المغرب يجيوا لنا وكان آخر ما جاء ساعد شيبا كان جاء لنا وشاف ولدات وتيشوفوا هذه ولدات وتيعودوا يمسيوا وتيعيطوا لهم حيتي عيطوا تيشوفهم لنا مواهيب كثيرة ما كان شغيل ألمانيا كان ألمانيا كان فرنسا كان اسبانيا كان الحمد لله أربا ألم كامل زائد المغربة اللي كانين في المغرب تموماً نسوهمش كان واحد مش موعدة اللي مواهيب في المغرب اللي مواهيب في الحقيقة هي تستحق أنها أتمارس مع المنتخب نعم نعم لذاك الناخيب الوطني تيشوف ما أحسن ما أحسن تعيثهم نعم دون سكاوت يسالي هنا أنه تيوصل الخبز للفران والمسؤولية تبقى كل هذه الموذي المنتخبات صحيح هو اللي غادي يختار صحيح هو اللي تيختار هو اللي تيختار وما يمكنش ما يمكنش لهذا سكاوت أنه هو يتدخل في العمل دي الجامعة من المستحيل وصيرتو جامعة مغربية دي الكورة القادم يعني إحنا مستوى عالي عالي كثير حاليا ما يمكن قد يجي واحد سكاوت ويقول بقى نقول اسميات غا يقول المدريب دي الفيتيان والمدريب دي هذا ما تلعبش هذا ولعب هذا إلا كان عندنا شي حاجة راه المدريب ما يعجبوش ذلك مع أنت علاقة سكاوت هذه من جهة من جهة أخرى إلا كانوا وليدات مزياني لأن ذاك سكاوت يحاول ما أمكن يدير مجهود كبير ويحاول يسبق لذلك الوليدات قبل ما تجي لهم المنتخب الألماني ولا المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الإسباني هذا الشي ما اللي كانوا وقع مع القجاع في الأخر قالوا مخسكم تخدموه بجدية وقبل ما يكتشفوه الأوروبية لغسطح للوليدات نحن نكتشفوه صح كيف يعقل أنه كانت واحد اللعاب ما بيتيش لديه المغريب وقد تصبح تيلعب في ألمانيا هذه مسؤولية كبيرة نعم صح صح هذه تحمل المسؤولية في الأخر صحيح وخاصة أنه عنده كونترا مع الجامعة غادي يقولوا لي يا هذه داروها داروها مرارا أنا الولد دي يكن تعيط الأهم المتخب الإلمانية وجال عندي قال لي لا المغريب والأول قلت لها أنا معاك المغريب والأول ويتين تنازل على الجنسية الألمانية مشيت للسفارة دي already أنا في فرانكفورت ويتين تنازل على الجنسية الألمانية ما شاء الله هذا ما المغاربة هذا كسيدbench معاملة دي eure كان طيبة معاملة مزيانة كنا كان تعيط له أي مشكلةセ lib como قائل Independent المثال الولد ما جاهش النعاس في المغريب ذلك عايت لي كنت أعطيت لها السيد الذي ينقب هنا، كنت أعطيت له لأنه وسيلة الوصل. كنت أقول له ديفولة الوالدها، ما هو الذي ينصق بيناتنا. كان عندي مؤخراً رحلة للمغريب، كي يمشيوا الكأس العراب، وكان ما كانش طيارة من ألمانيا للمغريب. كنا مضطرين نمشيوا لدوبي، ومن دوبي نمشيوا للمغريب. حتى لدوبي يجب أن نحجزوا وطيل في المغريب، الحجر الصيحي. ويجب أن الوطيل يجب أن نمشيوا للوطيل. لقد طرينا أن نباتوا في دوبي، والذي الليل كامل، حتى الناس الجامعة كانوا خدامين معنا الليل كامل وإحنا في دوبي، حتى هذا السيد هذا المنقي لدينا في ألمانيا، الليل كامل إحنا كانت عايتوله، ما هو سنانا ديره؟ و الغدلية كانت عايتوله، أنا هذا الخدمة أما نقول لك فأكد الفلوس، هذه مسألة محمّر ناس معناها ومحمّر ناس معناها، أنا تعاملت معه من الوليد، أنا من أول ما بدأت تعاملت معه انت تبارك الله رات عاملتي معه في ثلاثة ديال الوليدات ثلاثة ديال الوليدات والسنين هذي نعم تفاهم بيني وبينه هذو لكن ما عمرنا دخلنا للمادية بالنسبة للتدريب هو مدريب ديال اليقاء البدني ومدريب كرة القدم مارس الكرة هو مدريب في ألمانيا هو كانت يدري في ألمانيا فرق معروفة هنا في ألمانيا وأستاذ يعني مستوى عالي سينو ما نتعاملش معه يعني مستوى عالي كيدرب الوليدات حيث هلنا سمعت يدرب 30 أورو 40 أورو وهذه باكي نشان اللي كان عرف يدرب من 75 أورو حتى 250 أورو واللي ما عنده شي يقول له الله يعون أنا كان عرف ناس دربهم لله في سبيل الله وكي لعبوا في المنتخب ورسمين ولعبوا كأس العالم وكان عرفهم تدربهم فعبوا يا الله من الناس الممتازين في اليقاء البدنية أنا في ألمانيا وأنا بحكم أنني مدريب آخر فارق دربت في المغرب هوتي حضر يدي التروقي اسم ديالي معروف في المغرب وما غنجامل لحد ما غنكذب على حد الجامعة في المستوى الناس اللي تيخدمو ذبها في المستوى وإلا كان مشكل إلا كان مشكل تيخصت أن تصلوا بالجامعة وإلا كان عندي شي حاجة ضد هاد الناس وإلا عندي داليل غنحطوه في الجامعة أنا ما غنطي شي حد غنطي داليل الجامعة غنطي المدير منتخبات ونقول له شوف هاد سيد الشيدي أحسن طريقة باش يمكننا نقول له هاد سيد راه ماشي مزين أنا كأسيلا وبالوليدة ثلاثة ما عمره قاعله معاه شي حاجة من هاد النوعادة ديال الفلوس ولا ديال لطاولة عمرها بان في في شي حاجة وأنا منتعملش معاكن بان شي حاجة من هاد النوعادة نعم وأنت وأولد كرة القدم كيمة تدقول السيقة وسيقة سمنلون إيارا ذكرتك الآن سيقة سمنلون أنت وأولد القران أنت وأولد التيران أنت وأولد القازون أنت تعرف شنو كين يعني رأ أخلاقك الكروي والبالماريس ديالك الكروي ما يسمعش لك أنك تعامل مع واحد عنده هكذا سلوكات وتصرفات ما يمكنش تعامل معه ما يمكنش تعامل ما يمكنش إحنا إحنا كنحاول بسيرته إحنا في هذه البلاد هذي يعني ديموقراطيا ووليدتنا التعلم وهذا ما يمكنش ندخله في هذه الحيتيات وذلك سيد ما كنسمع عليه غير خير وتعاملت معاه وما عمره وقع لي معه شي مشكيل ولا ما عمرني سمعته كنعرف الناس بزاف ليعيت لهم وأضر معاهم ولكن ما عمرني سمعت المهديات أول مرة كانت تفاجأ حتى هذه الفيديوهات كلهم لبرح هات سمعت واحد الفيديو نعم هات سمعتهم شي أهمية كبيرة لبرح هات سمعت واحد اللي كانوا تقولوا فيه بللي هات سيد كيشد الفلوس وتيدير وتيدير هات سيد ما يمكن لهش يتحكم ما يمكن لهش يتحكم في المنظومة الكوراوية في المغرب لأنه طريب الموذير هاته كبار مستوى كبير ما يمكنش الواحد يتدخلي وقلهم شكولي يلعبوش شكولي يلعبوش شكولي يعيتوه اللي ما يعيتوش له وكان هات الولد هذا دبا مداش المنتخب وعيتوه المنتخب الألماني يمكن قوله انه مدراني في المستوى ومستوى كبير وقويرية كان يعيتوه من المنتخب الألماني هناك نغادي فالينا وكي الفرق أما ناس عاديين وكيني الكويري وكتار ولا ما تعيتش لهم تولدنا ما تعيتش لهم أنا ولدي مشال كأس العراب لعب عشرين دقيقة مع ألمانيا دار كابيتان دي كيف فلا في تورن وفي إسرائيل لعب العشراء وكابيتان دي كيف ما قلتها حاشر هذه منظومة مغريب هكا شفوا الولد هلسوه ما عندي مندير الولد دي اللي عالي عيتوله مشال توركيا دار تورن وما تدوش معهم دورن واخران هذه مسائل دي المدريبين نعم وانا الإخوان كلهم تنعرفهم بالنسبة للمدريبين كلهم لرشيد العش ولا هدو الناس كلهم بلا منكر اسميات كلهم تعاملت معهم وما عمني اتصل في شي واحد والله درس مع شي واحد على أولادي هما تيقولوا لي عن كل أولاد نقول لي كيكون صاحح شي واحد تعيطولو تيمشي إلا ما عيتوش له كانت سنو نعم 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 واضح شكرا لك الله يخلي لك ولدازكو بغينا نشوفهم إن شاء الله من الأعمدة دي المنتخبات الوطنية المغربية شكرا شكرا هذه فرصة تكون فيها ونتمنى تققكم في دورو في اسمنادي إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك قاسم اللون لأب دي المهدي اللون وآدم اللون وعلي اللون اللون اللي تمارسوا في البونس يقو تمت المنادة عليهم للمنتخب الوطني كيف ما سمعته إذن كما قال العروسي السليماني قاسم اللون كذلك يقول بأنه الأمور تمر بسلاسة تمر في الوضوح بشفافية اللي عنده فرجلي غاد يمشي المنتخب اللي ما عندهش ما عدنا من ديره لي ويتبقى دائما الحكم الأخير والكلمة الفيصل هو المدرب أما المنقب فقط هو صلة وصل ما بين ذلك اللاعب في ديار المهجر والمنتخب الوطني المغربي هنا تنتهي المهمة ديالو وتبقى الكلمة الأخيرة للمدرب إلى عب للسحق إلى عب للسحق وأنا دائما تقول بأن المنتخب الوطني يجب أن يترفع والمشرفين على المنتخبات الوطنية يجب أن يترفعوا عن كل شبهة لأن المنتخب الوطني ديال المغاربة قاطبة ترجمة نانسي قنقر